اشتركوا في القناة وعماد الخنوس وأسامة فلوح العودة إلى تدريب رفقة المجموعة الودادية إذ باشروا تدريبهم بداية من يوم الاثنين الماضي وابتعد اللاعبون الثلاث عن تدريبات الفريق الأحمر منذ مجيء المدرب فندنبروك اطلب منهم تدرب بعيدا على المجموعة لعدم حاجته إلى خدماتهم ورغم استمرار المدرب البلجيكي في منصبه إلا أن المكتب المسير قرر إلغاء قراره في الأسبوع الحالي وسمح للعبين بتدرب رفقة المجموعة الودادية تحت إشراف فندنبروك واضطر الأخير إلى قبول قرار المكتب المسير إذ لم يبدي أي اعتراض على عودة لعبين رغم أنه كان وراء قرار إبعادهم عن التدريب الموسم الماضي وحسب لوسيت إنفو فإن تدريب الوداد الرياضي الأخيرة شهدت تشنجات قد تؤثر سلبا على استعداد الوداد الرياضي للديربي وأكد ذات الموقع أن سيفين فندنبروك عبر عن غضبه من وضعية اللاعبين البدنية وأضاف ذات الموقع التأكيد على أن مدرب الوداد الرياضي استشاط غضبا بعدما تبين أن الأعبي الوداد غير جاهزين بدنيا معاتبا بعض الأسماء لعدم جهزيتها قربت قوانين دور الإماراتي نجم بارز من فريق الوداد الرياضي في مرحلة انتقالة صفية وقرر فريق العيل الإماراتي التعاقد مع كوري يونغ بارك لموسمين ليرتفع عدد الأجانب إلى ستة بدل خمسة وينص القانون في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على تأهيل خمس لعبين أجانب لا غير مما يقربه من رحيل لعب الوسط المهدي مبارك وتؤكد مصادر أن المهدي مبارك مرشح بقوة للعب لفريق الوداد الرياضي بل إن ذات المصادر أكدت أن مسؤولي العين يرحبون بفكرة إعارة مهدي مبارك لفريق الوداد الرياضي ويرحل عن فريق الوداد الرياضي في هذا الصيف كل من ريدا الجادي ويحيى جبران وأيمان الحسوني مما يفرض انتداب لاعب جيد في خط الوسط بحجم المهدي مبارك وليس فريق الوداد الرياضي فقط الوحيد الراغب في انتداب مبارك بل توجد أيضا فرق مصرية وعربية تدرس خيار استعارة مبارك ويرتبط وكيل أعمال مبارك بعلاقة جيدة برئيس النادي سعيد الناصري مما يسهل المفاوضات بين الوداد والعين لاستعارة مبارك وتبلغ القيمة السوقية للاعب المنتخب الأولمبي السابق وفريق الفتح الرياضي ما قيمته 900 ألف أورو استقبل مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم سيفين فندنبروك وباقي لاعبي الفريق بوشرة سارة بانضمام حارس المرمى أحمد ريد التاغنوتي لتدريب بعد غياب طويل بداعي لإصابة التي تعرض لها مع المنتخب المغربي ووفق ما أكدتها مصادر فإن التاغنوتي التحق بتدريب الوداد مشارك في حصة تدريبية في المستطيل الأخضر بعدما اكتفى في الأسبوع الماضية بالتدريب في الصالة الرياضية وتشكل عودة التاغنوتي للتدريب إضافة للوداد إلى جانب بوشرة سارة للمدرب ورئيس النادي سعيد الناصري الأخير المطالب بتحديد وضع حارس مرمى الدولي سواء باستمراره والعودة الأساسية أو الرحيل والاستفادة المالية منه في هذا الميركاتو صوب أحد الفرق الإماراتية أو الأوروبية حيث أنه يتوفر على العديد من العروض منذ الموسم الماضي وإلى حدود الساعة اقترب فريق الوداد الرياضي من تداب مدافع ومهازم في آن الوقت من دولة إفريقيا وحسب تقارير أوغاندية فإن فريق الوداد الرياضي قريب من تداب النجم الأوغاندي لومالا عبدو هدى فريق فايبرز ولا تتعدى قيمة لومالا التسويقية 100 ألف دولار مقارنة مع مؤهلاته وبنيته الجسدية وسنه الذي لا يتعدى 25 عام سبق لعبدو الذي تربطه علاقة جيدة مع مدرب الوداد السابق دي صبر اللعب في السويد ويملك لومالا تجربة في الدور المصري إذ لعب لفريق بيراميد المصري في تجربة غير ناجحة واشتهر لومالا مع المنتخب الأوغاندي في نهائية كأس أمم أفريقيا 2019 مما دفع النادي المصري إلى التعاقد معه وإلى جانب لومالا فإن الوداد متحمس أيضا لانتداب مدافع فيلا الأوغاندي فريد جيفت حسب تقارير إعلامية أغاندية ويبلغ جيفت من العمر 24 عام وتألق بشكل كبير في مباراة أغندا ضد الجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا الكوديفور 2024 وينافس الوداد على انتداب فريد الفريق الطنزاني يونغ أفريكان بمدرب الوداد السابق الأرجونتيني قاموندي تعدر على كل من حميد أحداد وزهير المترجي إكمال الحصة التدريبية التي أجرها فريق الوداد الرياضي الأربعاء 5 يوليوز 2023 غادر اللاعبان الحصة التدريبية بسبب الإصابة إذ فضلت طاقم الطبي إراحتهما تفاديا لتفاقم إصابتهما وسيحول طاقم الطبي إعداد اللاعبين ليكون جاهزين لخوض مباراة الديربي أمام الرجاء علما أن الإصابة تهددهما بالغياب عن مواجهة المرتقبة وكان الزهير المترجي قد أصيب أيضا في دهاب نهائي دور أبطال إفريقيا ورغم الإصابة سارك في المباراة الأياب وتعتبر الإصابة العدو الأول لحميد أحداد اتعرض لها أكثر من مرة رفقة الوداد ما حال دون مشاركته في مباريات مهمة مع النادي الأحمر ويعاني محمد أونجم أيضا من الإصابة ما يحول دون مشاركته في التدريب حاليا رفقة المجموعة الودادية ويواصل فريق الوداد الرياضي تدريبه استعدادا لمباراة الرجاء المقرر إجراؤها الأحد المقبل في مركب محمد الخامس للحسم في المتأهل لنهائي كأس العرش يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي ضمن المشاركة في عصبة الأبطال بعد احتلالها المركز الثاني في ترتيب خلف الجيش الملكي فيما احتل الرجاء المركز الخامس ويسعى للفوز بكأس العرش لضمان المشاركة في كأس الكاف كشف الإطار التونسي المهدي النفطي المدرب السابق لفريق الوداد الرياضي أن الجمهور الودادي هو من يتحكم في القرارات داخل النادي الأحمر وقال النفطي في تصريحات صحفية بالنسبة لي الزماهير هي نقطة القوة الوحيدة التي يمتلكها الوداد الرياضي الزماهير تتخذ القرارات داخل النادي والنادي يمنحهم هذه القوة والزماهير هي من تدير النادي بالنسبة لعلاقة مع اللاعبين كانت علاقة محترفة تماما ولم يكن لدينا أي مشكل مع اللاعبين وأتابع إن المدرب دائما ما يكون معرضا للنقد وهذا جزء من عمله مشيرا إلى أنه فقد عمله مع الوداد عقب الخسارة مع الأهلي في كأس العالم للأندياء وأتابع النفطي الإدارة توقعت الفوز على الهلال لكن هذا مستحيل لأنني لم أكن أملك الفريق القادر على الفوز أمام الهلال بسبب هذه المباراة تعرضنا للكثير من النقد وأكد المدرب المذكور أنه قبل التعاقد مع النادي الوداد الرياضي إن علم ما سيحدث داخله لكان سيرفض تدريبها يشار إلى أن النفطي كان قد أدشرف على تدريب فريق الوداد الرياضي خلفا لعموتا قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج ليتم تعويضه بقاردو الذي أقيل بدوره بعد مدة قصيرة للإشارة فلم تتم إقالة النفطي بسبب مباراة الهلال فقط بل بسبب سوء نتائجه في البطولة الاحترافية كذلك هددت شركة الإيطالية المكلفة بتنظيم دوري السوبر الإفريقي بتغريم الأندية التي تنسح بم المسابقة القرية بغارامة مالية تقيلة لمنعها من تفكير في التخليع المشاركة بعد توقيعها العقد الرسمي وكشفت مصادر مسؤولة أن الشركة الإيطالية انتهت بتنسيق مع الكاف من إعداد العقود التي تم توقيعها مع الأندية التمال المشاركة بالنسخة الأولى من السوبر الإفريقي وأوضحت مصادر أن العقد يقضي بتغريم الأندية التي تنسح من المسابقة بعد توقيع العقود 5 ملايير سنتيم لرغبتها في تفادي أي مشكل من شأنها عرقلت البطولة الجديدة التي تراهن عليها الكاف لتدبير مواريد مالية جديدة وتعرف النسخة الأولى لسوبر الإفريقي مشاركة 8 أندية ويتعلق الأمر بكل من الوداذ الرياضي والترجي التونسي ومازينب الكونغولي وساندونس الجنوب الإفريقي وإينيما النيجيري وبيترو أطلاتيكو الأنغولي وسيمبا الطنزاني والأهل المصري اشتركوا في القناة